طب النص الثاني الجزء الفني. الناس كتير بتتكلم شوية يمكن الكلام ده يزعى للناس شوية. اشرف داري مدافع كبير جدا ومدافع قوي جدا لكنه مش مديل محاما لعب بنام خالص. اشرف داري لعيب بروفايل تاني خالص. لعيب شارس جدا جدا من اقوى اللاعب اللي بيلعبه في المنتخبات الافراقية كلها من حيث الشراسة. المدافع الكلاسيكي القوي جدا وعنده كمان ميزة على الكلاسيكين ومدافع رشيك. نعرض بسرعة رح ما نتكلم. اخطاء مالك التاكلينج. انت لما تشوف هتلاقي بيعمل تاكلينج في اي حتة بدون اخطاء. نعرض بسرعة اللقطات بتاعت اشرف داري. نقطة تانية اللي شبه محمد عبد المنعم فيها هي الرأسيات. مميز جدا لعيب مئة وتسعين سنتي. لعيب رشيق جدا في لعبة مئة وتسعين سنتي. بس حيثه بطيق. عنده مشكلة في الترنت. عنده مشكلة في الفلكسابيليتي. لا هو لعي رشيق جدا جدا يا كريم. في انه يعدل اوضاع جسمه. وانه يحفظ المساحات. هو عنده وعي تكتيكي كبير جدا. لانه لعب في مستويات ممتازة. سواء لعب مع الوداد. او انه قدر بشكل من الاشكال انه يروح لداري فرنسي ويلعب بعض المباريات ويلعب في الداري البلجيكي مع شارل رواه. يلعب فيه كاس علم مع المنتخب المغربي. كل ده بكلمك على لعيب عنده حجم خبراته. وعنده خمسة وعشرين سنة. موليد تسعة وتسعين. وكأن الاهلي معظم الصفقات اللي بيستهدفهم. وليد تسعة وتسعين. يعني يوسف ايمان تسعة وتسعين. ومحمد بن رمضان تسعة وتسعين. واشرف داري تسعة وتسعين. النقطة اللي الناس تتفرج عليها في الفيديو. احنا بنتكلم. انا عارف ان انت خلاص وقتك بيخلص. نا مش بيخلص. هو خريز برود ايتي. ماشي خلاص. عندك ستة كده مش اربعة بس كمل. اه. الناس لو تركز هتلاقي ان الراجل ما بيعملش تاكلينج خاطر. الراجل بيعمل تاكلينج عب كورة. ما بي بيعملش اخطاء. مميز جدا في الرأسيات. فده يا عبد محمد عبد المنهم. النقطة الاخيرة عشان يسف اتفهمش كلامي مجازا انه مدافع عنده مشكلة في الخروج بالكورة. هو مدافع جيد في الخروج بالكورة لكنه مش محمد عبد المنهم. لكنه يقدر يعمل بعض الادوار دي. النقطة الاخيرة. اشرف داري صفقة. مهمة جدا جدا. العيب كبير جدا جدا لنادي الاهلي. بس كنلازم اوضح انه بروفايل مختلف تماما عبد محمد عبد المنهم. اشكر مجيد.